اهلا بكم من جديد اطلق المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية المظلة الرسمية للمؤسسات المالية الإسلامية بالتعاون مع الأمم المتحدة المنتدى الأول لتبادل المعرفة ومشاركة الخبرات في المالية الإسلامية بعنوان دور التمويل الإسلامي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة فرص وتحديات وخلال جلسات المنتدى تم طرح عدد من وجهات النظر والمناقشات الفعالة حول أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة وسبل تعزيز الوعي حول الاستدامة والحوكمة والمسؤولية الاجتماعية ومدى ارتباطها بصناعة الخدمات المالية الإسلامية كما تم التطرق إلى آليات توافق قيم التمويل الإسلامي مع أهداف التنمية المستدامة فتح مجلس المناقصات والمزيدات 89 عطاء لـ 11 مناقصة ومزيدتان مطروحة من 11 جهة حكومية وتضمن جدول أعمال اللجنة منقصة لجهاز المساحة والتسجيل العقاري بشأن تحديث وتوسعة شبكة البحرين لتحديد المواقع العالمية كما تم فتح مناقصتين لوزارة الصحة بشأن توفير خدمات إدارة النقل والمواصلات وتوفير المركبات والسواق للوزارة حيث تم استلام أربع عطاءة لهذه المناقصة كما تم أيضا فتح ثلاث مناقصات لوزارة المواصلات والاتصالات الأولى بشأن صيانة العلامات الإرشادية البحرية المحلية والثانية بشأن بريد البحرين والثالثة بشأن تقديم خدمات الاتصالات لشؤون طيران المدني نظمت غرفة تجارة وصناعة البحرين بقاعة الرواد ببيت التجار اللقاء التعرفي حول إجراءات تقديم طلب تسوية المنازعات التجارية وذلك انطلاقا من الدور التوعوي الذي تقوم به الغرفة لأعضائها الكرام ممثلة بإدارة الشؤون القانونية وتعريفهم بهذه الإجراءات التي تسهم في حل هذه المنازعات بشكل ودي بين الأعضاء ويعزز الثقة بينهم نظرا لما تمثله هذه التسوية من وسيلة فعالة وناجحة ولما تتميز به من قلة التكاليف وسرعة الفصل في هذه المنازعات أقفلت بورصة البحرين تدولاتها الأسبوعية بارتفاع بنسبة 0.2% وذلك مقارنة بالإقفال السابق عند مستوى 1547 نقطة هذا وبلغ المتوسط اليومي لتدولات الأسبوعية مليون وخمسمائة وأحدى وعشرين ألف دينار وبمتوسط أربعة ملايين وستمائة وستة وتسعين ألفا سهما ووحدة وسند أما متوسط عدد صفقات فقد بلغ أثنتين وسبعين صفقة باقي التفاصيل المشاهدين في التقرير التالي بلغت كمية الأسمي والسندات ووحدات السندق الاستثمارية العقارية البتداولة في بورصة البحرين خلال هذا الأسبوع 23 مليون واربعمائة وثلاثة وثمانين ألفا وتسعمائة وأربعين سهما ووحدة بقيمة إجمالية قدرها سبعة ملايين وستمائة وتسعة آلاف وثلاثمائة وسبعة وعشرين دينارا بحرينيا نفذها الوسطاء لصالح المستثمرين من خلال ثلاثمائة وثماني وخمسين صفقة وتداول المستثمرون خلال هذا الأسبوع أسهم أربع وعشرين شركة ارتفعت أسعار أسهم سبع شركات في حين انخفضت أسعار أسهم أربع شركات أخرى واحتفظت باقي الشركات بأسعار إقفالها السابق المركز الأول في تعاملات هذا الأسبوع كان من نصيب قطاع البنوك التجارية أما المرتبة الثانية فقد حازها قطاع الخدمات وعلى مستوى الشركات فقد جاء البنك الأهلي المتحد في المركز الأول من حيث القيمة وجاء في المركز الثاني بنك البحرين والكويت في تعاملات بورصة البحرين لهذا الأسبوع ونتابع الآن سعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية أعلن كل من سامبا كابيتل والأهل كابيتل وأتش أس بي سي العربية السعودية بصفتهم المستشارين الماليين والمنسقين الرئيسيين لطرح شركة أرامكو السعودية طرحوا نتائج الأقبال لشريحة المؤسسات بنهاية الطرح العام الأولي للشركة حيث بلغت طلبات المشاركة 397 مليار ريال إضافة إلى 49 مليار ريال ضخها الأفراد ليبلغ إجمالي الأموال المجمعة من الطرح بنهايته نحو 446 مليار ريال بنسبة 620% للمؤسسات و 153% للأفراد وتم إعلان السعر النهائي للطرح وتخصيص الأسهم النهائية للمؤسسات والأفراد المكتتبين في الخامس من ديسمبر الجاري وسيتم رد فائض الاكتتاب إن وجد في موعد أقصى يوم الثاني عشر من ديسمبر أطلقت الحكومة المصرية ثلاث مبادرات تحفيزية لتشجيع وتمويل القطاع الخاص الصناعي ومسنلة المصانع المتعثرة ودعم عملاء التمويل العقاري للإسكاني المتوسط وذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك بين رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ومحافظي البنك المركزي طارق عمر وأوضح مدبولي أن المبادرات تتضمن مبادرة تتعلق بتمويل الأنشطة الصناعية للقطاعات الصناعية القائمة بالفعل التي تسعى للتوسع وزيادة حجم أعمالها وذلك بإتاحة تمويل بقيمة 150 مليار جنيه بسعر فائدة يبلغ 10% متنقصة ولفت رئيس الوزراء المصري إلى أن التمويل سيغطي كافة الصناعات القائمة مع منح الأولوية للصناعات التي تأمل الدولة في تواجدها لسد فجوة الإسيراد نشرتنا مستمرة من تلفزيون البحرين وفيها بعد قليل قطاع السيارات البريطاني يطلب بعلاقة تجارية وثيقة مع أوروبا بعد البريكسيت ذكر التقارير إعلامية رسمية صينية أن الحكومة ستنشر قريبا قائمة تضم اللهئات التي لا يمكن الاعتماد عليها وذلك ما يؤدي إلى فرض عقوبات على عدد من الشركات الأمريكية ما يشير إلى تزايد احتمالات فشل المحادثات التجارية بين واشنطن وبكين نتيجة النزاعات بين الجانبين بشأن حقوق الإنسان في إقليمي هونغ كونغ وشينغ يانغ التابعين للصين وبحسب صحيفة جلوبل تايمز الصينية فإنه سيتم الإسراع بإصدار القائمة ردا على قانون أمريكي يناقش في الكونغرس ويطالب بفرض عقوبات على مسؤولين صينيين لتورطهم في انتهاكات حقوقية تتجه البنوك العالمية لخفض أكثر من سبعين ألف وظيفة بحلول نهاية العام الجاري بقيادة أوروبا التي تمتلك معدلات فائدة سالبة تضغط على البنوك ووفقا لحسابات وكلة بلومبرغ أعلنت البنوك العالمية خططا لتسريح أكثر من ثلاثة وسبعين ألف موظف بنهاية العام الجاري ستة وثمانون بالمئة منها في أوروبا فقط جاء ذلك بعدما أعلن البنك الإيطالي يوني كريدت خطته لخفض ثمانية ألاف وظيفة ضمن استراتيجية إعادة هيكلة وتأتي عمليات خفض الوظائف الكثيرة خاصة في أوروبا مع معدلات الفائدة السالبة ونزاعات تجارية الدولية التي تضغط على البنوك وتدفعها لخفض التكاليف وإلى أبرز المؤشرات لسواق العالمية وأسعار النفط والمعادن الرئيسية طلب قطاع صناعة وتجارة السيارات في بريطانيا بإقامة علاقة تجارية وثيقة مع الاتحاد الأوروبي في ظل اقتراب خروج بريطانيا من التكتل ومخاوف القطاع من تكبد خسائر كبيرة جراء ذلك وفي إشارة إلى التراجع الأخير في حجم الإنتاج قال مايك هويس رئيس اتحاد جمعية مصنعي وتجار السيارات في بريطانيا أن القدرة التنافسية على المستوى العالمي مهدد بالتراجع وطلب هويس الحكومة البريطانية المقبلة بأن تعمل بعد الانسحاب على توفير تجارة سلسة بلا جمارك مع الاتحاد الأوروبي وعلى توحيد الإجراءات التنظيمية في الجانبين ترجمة نانسي قنقر